السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو رحنا نأخذ درس رياضيات للصف الأول. ماتنواتيك ورنجة الصنف. وصلنا عند الدرس بهنوان هاي دي بيز دي ألتشي لين. خلينا كمان نحن ننقيس. طيب. دروس كلها تبسيطة كلها سهلة. هون مطلوب منه نخفض كم شو أنواع لقياسات اللي بدنا ننقيس فيها. يعني هلأ مثلا هذا عم ننقيس به نحن منقلة الفخجي أو الفشخة. ماذا اسمه الفخجي؟ اسمه أضم. ماذا اسمه؟ أضم. نحفظ كلمة أضم يعني فخجي. طيب. قب إلى أورتمين مصصة أراسي كاتش أضم در. من الباب. من قب إلى أورتمين مصصة. كم؟ طبعا هون قبلها كان عم يسألني هون. شو عم يستخدم هذا الولد ايفه؟ شو عم يستخدم بحتي قيس المسافة بين الباب والطاولة؟ من قوله أضم. أضم إلي أضم إلي شو استخدم؟ بواسطة شو بواسطة الفخجي. تمام. كم أضم تنمعوا؟ 1 2 3 4 5 6 8 وهون عنا دقوس. إذن دقوس أضم دقوس بشان ما تبين عليكم دقوس دقوس سبع شبار شبر كارش إذن صار عندي أضم يعني الفخجي وكارش يعني شبر كارش هاي طالي عنده طاولة يدي كارش انت قيس طاولتك شغل تطلع بالمدرسي شغل تطلع وكتب الجواب هنا وكتب الجواب هنا طبعا ما بحسنا كتب الكلية انت كل واحد دقية استطاولته طيب هون عم يقول لي بارش هون عم يقول لي بارش إلى كارشي هدا بارش و هاي كارشي كارشي اوضالرندك هالن بارش يقول لهم صار عندي شخص بارش 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 سترمع بارش 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 هوا الهو بارش كاردشي كاتش ايك اوزون لوندا ايك مش هي لما جت قاسي تشقط لها طلع مها اونالتي ايك هو لما جا قاس طلع مها اونتش ايك ليش لما ما كون شايفين هي رجليها الايك تبعها اقصر من الايك تبع اخوها لانه اكبر منها هو والتالي يكون رجليه اطول ليش ليش ها يطلع مها فرق ليش ها يطلع مع واونتش وهي طلع مها أونالتي شو ما نقول لانه الطوارج ليهن ليس مثل بعض لانه في فرق بطول الايك نكتب هون شو الفرق اياك ازن لك لارنن لارنن فارق ل الماس الماس إذن لأنه في فرق بطول الرجلين هون ايش قد طلع معها المقياس الرابع صار عنا أضم الفخجي وصار عنا كاريش الشبر وصار عنا آياك القدم تمام قدم الرجل وصار عنا هلا كولاتش كولاتش اللي هي الفتحة الإيدين من هون ومن هون مثل ما نقول نحنا ذراعين عن ذراعين يعني إذن كولاتش هاي عمد قيسة التغطاب بالكولاتش تمام؟ هون ما بشيط طبعا هون أم تقول برينجل تغطاب بالبنون وكاشل تمام ما بده شي كمان إذن بس هون نحفظ انه الكولاتش هي فتحة الإيدين من هون لهون اسمه كولاتش طيب مروع لهون هون عم يقول عن المقياس الخامس هم هنا هو البرماك برماك الأصبع تمام؟ إذا أنا بده قيس هالقلم هذا كم برماك مسulf bung Tr 없다 هنا أربعة سريعا بقول هذا القلم fit Bdk إذن، كل مقياس هذا برماك將ه يقياس برماك الوحدي عم يقياس المحاي بالبرماك ح Pacific Panaka و 있어 كم برماك وينقصت من الاحoundار وصار لدينا اضم وكارش اضم الفخجي اضم الفخجي والشبر والاياكي والايدين الخامسة في الاحoundار الكارشي ما يمكن أن نقصه؟ أول شيء يمكن أن نقصه بالكولاتش بالفخجة لا يحدث بالفخجة بالشبر يمكن أن نقصه بالشبر بالبرماك صعب كثير صعب كثير كثير بالأياك كمان ما يحدث بالمصطرة بالجدويل بالسلق صعب ممكن أن نقصه بالثلاثة وممكن أن نقصه صعب كثير نقصه بشكل مهن يكون مزبوط. هون ده اونجا قلندنوز اراجلارنو اه هانجي فارقل اراجلارنو اه اه ممكن نقول نحنا متر. متر ممكن نحنا نستخدم المتر. هون عم يقول لي البراي هاي القلم تراشه. كم مربع. كم مربع. شوفوا كم مربع. تعال نشوفها هان سوفاق لك. كم مربع. 1 اهد 2 3 4 5. إذن البراي كم واحد. 5 بش كاري بش كاري طيب هون الطاولة كم قلم بير اكي اتش دورت بش ألطي يدي يدي كالم كالم وزون لون دا در تمام طيب كمان انت هوا يقول انه شوف الطاولة تبعيدكم نقصوها كم قلمة كم معكم في هالطريقة هاي بكون خلصنا لا اسا هون هون كله تراجع لكم هون عنا التهمين بس من انتبع شغلي التهمين وبي عنا تمام يعني انا بقول هالكتاب هذا هالكتاب هذا اش قد عرضوا كم كم خلينا نقول كم برماك من هون لهم كم برماك بتوقع اواشي مسلا تهمين توقع يعني مسلا بقول اه اون برماك تمام نكتب اون هون منقول تهمين اون طيب القياس المزبوط منقول بير اكي اتش دارت باش ألطي يدي سكيش دقوز اون بير اون اكي اون اتش اون اتش مسلا طلع معي اون اتش فبنقول اون اتش ما سون اتش اون اتش اما التهمين اون انا بتوقعت انه هني اون ما طلعون ممكن يطلع التهمين مزبوط يعني انا بتوقع بقول من هون لا الهناك مثلا من هون لهون اه كم قلم او كم برماك مثلا او بالسلجي ازا بتكون نجبكم السلجي مشان بتوضح ما كون اكتر اصلا هاي عندي السلجي تمام بقول من هون هالقلم هاد هالقلم هاد كم سلجي برأيكم انتو بتوقع انا مثلا دورت سلجي بير اكي بوچوك او خوري نقول اتش مسلا طلع معي اتش اتش سلجي ازا هالقلم هاد اتش سلجي انا توقعتو دورت لكن الالتش ما صونوكو اتش ازا في عندي تهمين وفي عندي اتش ما صونوكو تهمين اللي هو التوقع التوقع شقد بيطلع والالتش ما صونوكو الحقيقة يعني الگير تشيك يعني بقول اه هو الشي بعد ما قستو ازا بقول هالقلم هاي كم اضم اوتكن انتو استاكنين فيها كم اضم طولا كم فهجي بسا قدام ما تقوم تقيس بتشوف بتتوقع اوشي بتقول مسلا انا بتوقع دورت اضم مسلا بتقوم بتقيسها بتطلع معك السكيز اضم بقول التهمين دورت اضم الگير تشيك صونوكو او الشم صونوكو تسقطع معنا السكيزة تمام ان شاء الله تعالى يكون واضحا شو هاده التهمين التهمين كتير مهم لالصف الثاني والثالث والرابع اللي مر معنا هاي الكلمة كتير بدت مر معنا بالماثماتيكة ان شاء الله تعالى يكون في منتها يحميكم ربي يحسكن ويحفظكن والسلام عليكم ورحمة الله